تجيبهولي حياً أو ميتاً علم يا سعدت الباشر يلا يلا طب والتلابوس ده باشر يابني سيبك منهم دول عاملين اللي فيها تابر وشريك تراي يلا بابا بابا تتخرتوا ليه يا أولاد؟ عشانا عامل ده لانونا وصور مراف يا حفاك أنا مال يا بابا زي كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في ستين دهية ايه؟ عمليه التجميل؟ بابا هاتلي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها اه؟ هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا بحقنا ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى احنا بيهمناش حاجة يا بابا ثانية واحدة يا بابا ودني بابا اقفل عشان شكله فعلاً هينتقم بقولك ايه؟ حازم حازم بسيولي بسيولي الله يحرق سلينك انت فيني يا بابا باك يا بابا بكر يلا ما كنت مغششك بالامتحالات اهو كنت مصر والله يوحشتني يا باسيولي والله وانت كمان انت فاكرا ياد لما كنا بنفكلك السرج من تحت الحصار وانت بتنط الحواجد اهو رهامتك تتكسر بس مش فاكرا يا باسيولي برضو مش فاكرا انت صعبت علي بانس الحاجات ده والله يوحشني وانت كمان يا باسيولي قول لي يا حازم بالحق انت ايه احنا ايه اللي فكرك بايه؟ والله يا باشي انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي عالهزار واللطافة جاي اقبض عليك باسيولي جاي اقبض علينا؟ بجدة باسيولي لا والمال بدي لي بقى ايه بكش ومال اللي جابلك الكلام شاد دي؟ دي جابنهال الهدية في عيد من ايه دي الف لاباس يا حازم بالاش هزارك الغبي ده وفكلي افكك ايه يا باشا ده انت شكلك عامل مصيبة ولا مصيبة ولا حاجة كل اللي حصل انا احكيه لك اننا نفطت جاوس جورنان عايزين يقنولي حلايب وحتمرمك يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب ده موضوع اكبر باللي انت بتقوله قالي هتقوله حيا او ميتا يا عام ولا اكبر ولا حيا انت عارف الموضوع ده حلو ايه؟ دي ابنك ايه ورد وكلي بقى حازم ورد ايه يا ابنه انت طلع قدامي يا فاق يا باشا يا شوح استمزوني موضوع يا باشا ابعت لك عاشه حلاوة كل يوم كل يوم ابعت لك عاشه حلاوة يحيا العز يحيا العز قدامي تمام يا فندم عبادنا عزابة بسيوني الله يخرب بيتك انت ايه اللي هببته ده انت فيه ايه في الماء ربتك كرفس ليه بس يا أبي ساعتك قلتلي عايزه حيا او ميتا هنجيبهولك يا فندم هو بدون اي نقطة دم واحدة ساعتك طيب وربي قدامي حسابي معاك بعد ايه امشي شفت يا عامة هزعل ياريتني موقفتك تجيب وربي هازف يا باشا تفتحي الأساور بتاعت الباشا يا فندم اطلع بره يا حازم عليش اه احنا اسفين على الموقف الباير لا يا فندم مفيش حاجة احنا خلاص هنبقاه جرنان اخبارها يا فندم تا حد تبتدي على ماذا ما خلاص قلنا احنا اسفين عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حلي هشد حلي وصلح غلطيتي تماما يا فندم يعني بس كلية رجاء عند حضرتك بلاش حلايب انا اساسا تعبان في الاريال انت باين عليك متعب ولبط ايه اللي انت شايله دي حاجة بسيطة يا فندم ان شاء الله الف سلامة على بنت سيادة مساعد الوزير هي عينة؟ وحضرتك متعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم ايه؟ صرع يا فندم صرع الف سلامة للهانم السيادة يا فندم ربنا يشفيها لساعتك مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهانم مين؟ ايه التهريك ده نجدة؟ ده 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 حاجة بسيطة يا فندم ده انا لودي ودي كنت اشتريك جنينة بحالها لبنت ساعتك مالها بنتي؟ هي مش عيان يا فندم؟ مين اللي قالك كلام الفارغ ده؟ الزبط بسيون يا فندم والله يا معرف يا بشر انك مخل في اساسه هو لعب عليك يا نجدة باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عنيه؟ صقر يا فندم صقر خلاص خلاص انا متفائل بيه والوزارة كلها متحمساله بيقوله ان ده هو الشخص المناسب انا عايز نتايج مبهرة التزموا السرية التامة هاячالille qu сказала جازين؟ تماما يا فندم على بركة التامة مجدة باشر الحقني يا فندم خير في ايه؟ ده ملف الظابط باسوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته كويس مال مشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقوله ان الاول على دفعيته في 3 سنين وكان مساعدت كلية في السنة الرابعة اه؟ ده غير الأخلاق والدب والمثالية اللي هو فيها ده كده طلع ورور يا فندم تكون جماري اسويق وير وير وريني باشيوري باشيوري موسيقى 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 سلام كبير جامل نسر بلدنا وحمية ومطاهرة من المخضرات والجعيمة والضعارة يعني مزيوني ماشا يعني الأمن والأمان يعني الشرطة بخدمة الشعب والشعب يجلع عيلا عشر الشرطة واسمع سلام رافة الأجان لما محمود عبد عزيز فتح راديو لقى مصر غالبت لي كله تمام يا باشا الحمد لله إن قبل مش مستتم والدفوس مش صافية وشكلها كد عركة كبيرة من أهل العريس وأهل العروسة وهنطلع المهارجم 30 محضر يا عمي ختيف إمتى بجموعة عدو 30 ألف مبروك يا عريس ألف مبروك أهل العروسة يا ريتني ما سألت أهل العروسة لا أهل العروس أهل عرض محايفة ألف مبروك إيئة يا إخواني دي البلد مقلوبة بره ملكك احنا جايين يهد النفوس واحدين يعني انتو برضو اهل وحبايم ومهما كان دليلتو العمر اه رواق رواق لما اقزى سعادة الباشر الفرح بصراحة مايليش بمعام سعادتك ولا بمعام ابني كمان ده خلى رعبتها زي السمسيمة ايه انا ده انت الكلام المسخ اللي بتدوله دي ايوا ده سؤال مهم انت قصد ايه بالكلام المسخ دي بزمتك يا سعادة الباشر لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانس عجم لا اللي استخسر في بنته حاجة يبقى راجل لاقص واطي ومعافل ايه احنا جايين نهد النفوس ايوا الله واضب سعادة الباشر قال الحقيقة يا راجل يا معافل تكلم الحج يا نيتين تكلم الحج يا تحفل يا تكلم الحجي هتقول ده مرمتك مش هينعليك تبيع قرات من القراتين اللي حيلتك عشان خطر تعمل فرح بنتك يا خي تحرق القرات هو فيه اغلى من الضنا ايوا جلو يا باشي مدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في أدبه بالشكل دي كان دفع مهر عالي يليك ببنتي لا خي ده الكلام اختلف هو دفع كام ما الجلو لا حاجول دفع خفصه بيت جدعي صراحة يعني ده مبلغ غليل فعل معلش يا حاجة ما انت برضي بتشتره راجل هي كمان ما تساووش اكتر من كده لا 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 يا جماعة بقى كده عارفين المنطقة اللي احنا فيها دي منطقة اعراض اعراض عمال انت فاكر ايه؟ هي حصلت اعراض ايه لا اعراض طب هو عالي باجة كده يا باشر ايه واعراض او او عم او عم دخلنا في الاعراض ايه يا اخواننا اللي بيحصل ده مش كده يا جماعة اهدوا بلاش طوضتوا ما ينفعش انه بيحصل ده متحسنشونيش انه لا السبب مش عشان فاكروا مع بعض الكلمتين ده انتوا اهل وحبابا ايه خمسة و ثلاثة ايه المحضر يا اخواننا مش كده هيصحش حاجات تفوت اصر فيك ايه يعني المهرة خمسوني الجنيه حصل ايه؟ فرح زمالها يا عديد فيك عالي 18 محضر انت يا بلدينة 19 محضر ايه بلدينة انت متعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الحزابة بسيوني راح العامل في المنطقة كلها قلت الزابة بسيوني؟ ايوا الزابة بسيوني البشاير بانت من اولها لكن ما قلت ليش انت مين بك لا انا فضلت خيرك اللوى نجدت يا حيواني ايه دار يسمي انت ماخذة يا باشا اللوى فعاله وبعدين ما الراجل صلح قلططه يعني ويتنير على عينه مجوزة فين سبع البروم بسيوني بتاعك؟ بيولحها شو يا فندم عشان نسترزق نسترزق في ايه؟ ايه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضو خير للداخلية كلها والله ايوا هو خش الوحدة خش يا حيوان قدامي مش داجل مشانت باها يا عذكري مشانت باها عزكري مش انتهان ايه هو مشانت باها لكن انت عزكري يا باحة انه ما ينطعش هو عشان ساتفضل معه ما انت اقولNA معافل قالك يا ماتل كانش castsيف عذر اذا بتعمل ايه يا حزابة ماتلت باشا ايا قمان يا فاندم تقل لي جابة افي انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتصل التوثر عشان الهدوء يا فندم دي ما عمش هادروا الناس يتباو ببعض وانتوا هاي بتتفرج يا عزابي انت هان انت انا بتضرب الكرسي على عرفك وعبيتك في العبز يا فندم لو تسألني في المواقف اللي زي دي اقولك الحكمة احسن من العنف دول بيتخلقوا من ستة وربع اديهم خمس دقايق هيناموا انت هتصرف هانا هتصرف انا لا بدك باشا اتصرف بسرعة يا عزابي تمام يا فندم اتصرف بسرعة اتصرف بسرع قلت لك الديني البدلة خلينا امشي اقول لك خليها لك انا حامشي كرة تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدلة حتنشم وبعدين يا فندم انا مش عالف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم معي اضربوا في عينك وصدرك شوف نمسك حتعصب ولا مش حتعصب الله مش كنا بنفد يا فندم تنفد ايه؟ بنفد بجي نعليش وعالوش احاسب بسك عشان ما تتبلش فضل وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياة بتتحلي بالهدوء وبالحكمة حكمت ايه؟ هو انا وقيت في الدين دكتور نفساني طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس يعني مش عالف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية انا كنت ايه فكرك وحش لما ازعك فوصي شوية عيال بيتجر في المخدرات في الجامعة هتشرفي يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس وبعدين انا الاول على دفعيتي اربع سنين يا فرحيتي مين؟ الاول على دفعيتي كارب مع السنين مهدي المصيبة دي الكارسة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي انا كنت عايزك فيها يا فندم اديني فرصة من فضلك انا ماخدتش فرصة حقيقية قسمت فيها كفائتي انا مش ما اعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب انا من بكرة الصبح حاول فجرات نقلك يا فندم من فضلك اديني فرصة شرحنا يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل سيحت لي في المكان انا ليه يا حساب مع الكلب اللي دبسني فيك طب انا عايزك تبلمس هدومك يا فاشل ومش مديني اي فرصة قبل فوزية على طول بيحبيتني كده بيخلي ثقة بنفسي تقل يعني النهاردة مثلا سبت عملية وروح تنفستله مهمة بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني رغم انه عارف انه صاحبي ودفعتي معلش يا حزم يا حبيبي هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام اهل فين اهلك دور يا مدام رد علي فين اهلك ده ده غبي بقى بسيوني لبطواتي انت عاوس تنبسني في الحيطة هعمل لك ايه ابي ما انت مش عايز تنقلنا عندك المكافحة وانت عارف ان انا شاب المكافح وقد كل حاجة وحطيته مكاني فاضطريت اجدب واخبت في الضفعة كلها تجدب علي عظة يا مسابري ومسابة لختك الغلبانة دي انا عارف عارف ان ايه اخرتها هتنقل موسيقى الشرطة وانا ما في اسرح هنفخ الكلى الرجد بتقلقش يا ابي ابقان في خانة مكانك لسه بتهزر انت بيهزر اغوكي بيهزر تعال تعال يا حزر تعال تعال حفاهمك بالان كده يا ابي كده ابي بواستلي الرجيم يا ابي يا فندم انت عصري معي او يعني اديني فرصة تتخطاني تروح تقابلي السيد مساعد الوزير الداخلية بتقردتي فيك اسمع بقى المهمة اللي انت متماسك بيها وريني هتعملها ازاي اقوم مامشي يا فندم والله يا ريت تمشي انت لو فتحت قلبي الوقت تتلاقي نفسك ماشي يا ده حلم حياتي ان انا ما عامل ايه بتقرد فيك جامعة دي اسمها جامعة الصفو الدولية في ايان في الجامعة دي بتقردتين في شرع مخدرات من برا الوسيلة اللي بيجيب بيها المخدرات لسه الغد الوقت احنا ما نعرفهاش هدف المهمة يا استاذ باسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيان دي طرق الكرمي الشهير بطرق مانشستر ده عملي فيها زعيم الشلة وبايز ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه ببزخ دي بقى سيدي مايا عبد الحميد ابوها راجل اعمال كبير بس مد غريبة غريبة وتصرفاتها اغرب منها ده بقى حمزة عبد الحق الشهير بحمزة مارتن مطرف فاشل بس عامل فرقة وبينان فيها انجي صلاح السهل دي اهم واحدة في الشلة حفلات العيال دايما في بيتها هي العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالامام من ناحيتك لازم يحسوا انت الزعيم عليهم والزعامة لي مجيش الا من قلب اسد قلبك هيبقى سهل شوف يا فندم والله انت لسه ما شوفت قلبتي هتبقى هالبقى سهل هفجأة يا ريت فجأيلي يا باسعوني انت خدت كل المعلومات وريني بقى هتستعد للمهمة ليزاي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة